مساء الخير مشاهدي سكاينيوز عربية أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من بصراحة التي نتحدث بها عن الشأن الفلسطيني عن القضية الفلسطينية هذه القضية التي ظلت توصف في الأدبيات السياسية العربية لعقود بأنها القضية المركزية قضية العرب المركزية رغم كل مشاريع التسوية الثنائية ورغم التفاوض السري بين الفلسطينيين وإسرائيل والتفاوض العلني لكن تغيرا جزريا طرأ في الشارع العربي كان أقوى من كل ما سبق تغير المشهد العربي واستبغ باللون الأحمر وبات الفلسطيني رقما على قائمة طويلة إلى جانب أرقام عربية تعددت ولم يكفي الفلسطينيين ذلك فحلى بهم الانقسام انقسام بين الواقع المتاح والحلم المراد تحقيقه حلم الفلسطيني حكاية نضال تدخل عقدها السابع وقصة ألم يومي وظروف تلعب ضده بدل أن تلعب لصالحه ومصالحة لا تشك أن تنطلق حتى تتوقف ضيفنا اليوم رئيس حكومة التوافق الفلسطينية حكومة تشكلت أملا بتكريس المصالحة لكنها لم تستطع حتى الآن مواجهة عقبات عمرها سنوات المصالحة وغيرها من الملفات اليوم نطرحها على الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء الفلسطيني أهلا وسهلا بك معنا أهلا بك مساء الخير مساء النور سيدي اليوم الكل يتحدث عن ذهاب فلسطين إلى مجلس الأمن لوضع نقطة زمنية حد زمنية لإنهاء الاحتلال واستكمال بناء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة ماذا يمكن أن تعلن اليوم عبر شاشة سكاينيوز عربية؟ يعني القيادة الفلسطينية اجتمعت وتم اتخاذ قرار بالإجمع بالتوجه إلى مجلس الأمن لغرض فرض قرار دولي على إسرائيل يتم في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة زمنية محددة وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود سبعة وستين وعاصمتها الكنس الشرقية إن شاء الله عدد الدول الأصوات التي تتوقعون أن تدعمكم؟ يعني الواقع قضية عادلة القضية الفلسطينية نتوقع جميع الدول الخمستاشة أن تدعم هذا المشروع ولكن بالتأكيد كما تعلمين هناك مصالح دولية متعارضة نأمل على الأقل الحصول على تسع أصوات حتى يمر القرار للتصويت إن شاء الله هل التسع أصوات جاهزة معاليك؟ يعني تجربتنا في الماضي لا تستطيعين أن تقول أن أي شيء جاهز الواقع تجربتنا عام 2011 كانت تجربة سلبية نأمل بعد عام 2011 و2012 عندما حصلنا على قرار كعضو غير كامل عضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة نأمل من جميع دول العالم أن تساند هذا القرار وهذا المشروع معاليك بصراحة هل أنتم ذاهبون لمجلس الأمن لتضعوا نقطة لتوجهوا رسالة أم لديكم أمل واقعي بأن بالفعل يتم تمرير هذا القرار بصراحة؟ يعني القضية الفلسطينية هي قضية حية وبالتأكيد نحن والإخوة في الدول العربية كمنا ولازم نقوم بمشاورات مع كافة دول العالم خاصة الدول الدامة العضوية والدول غير الدامة العضوية في مجلس الأمن نحن نريد قرار دولي ينهي هذا الاحتلال هذه المواقف الفلسطينية المعلنة والمواقف العربية نريد سقف زمني لإنهاء هذا الاحتلال بالتأكيد هناك قد يكون فيتو أمريكي في النهاية هذا من الأمور التي نأخذها في الحسبان ما هي نسبة أو احتمال هذا الفيتو بواقعية؟ يعني التجارب الماضية علمتنا أن الإدارة الأمريكية دائما ما تهب لنجدة إسرائيل وتأخذ حق النقد ولكن نأمل هذه المرة على ضوء هذا الوعي المتنامي اتجاه القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني نأمل أن يتصوت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الحق الفلسطيني جانب العدالة نحن نريد عدالة نحن نريد حل الدولتين نريد دولة فلسطين على حدود 67 وعاصبتها الكوسط الشرقية الحديث هنا ليس عن الحق الفلسطيني المشروع وأطول احتلال في التاريخ وأغرب احتلال ربما فريد من نوعه ولكن سؤالي عن السياسة الواقعية يعني أمريكا ليست جمعية خيرية قد تفهم العدل ولكن ليس بالضرورة أن تمارسه أو تعطينا حقنا بممارسته ما الذي يجعلكم الآن مقتنعين بأنه يمكن أن يكون هناك تغيير من ناحية سياسة أمريكا تجاه إسرائيل تحديدا في مجلس الأمن يعني أعتقد أمريكا يجب أن تشعر بالتغيير الذي يحدث في كل دول العالم الواقع في خاصة أوروبا لدربية حاليا ما يحدث في أوروبا هو دافع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر بسياستها الوعي يتنامى في جميع دول العالم أعتقد لو أنا كنت مكان الولايات المتحدة لا تتخذ العبر هناك حراك أمريكي يريد ربما أن يوقف هذه العجلة ولكن نحن نقول أننا ذاهبون إلى مجلس الأمن إن شاء الله نحصل على تسع أصوات وهذا بالتأكيد سيكون نصر فلسطيني وبالتأكيد القرار بالنهاية سيكون لولايات المتحدة الأمريكية نأمل أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير مواقفها أن تصوت إلى جانبنا هذه قضية عادلة كما ذكرت ماذا تريدين أن أقول هذه قضية عادلة معليك السياسة هي استثمار نعم السياسة هي الواقع استثمار الواقع والعمل في الواقع لو نجح هذا القرار أريد منك أن تشرح لي وللمشاهدين عن أي فترة زمنية نتحدث ماذا سيعني هذا للفلسطينيين للدولة الفلسطينية بوضوح يعني نتحدث عن فترة زمنية سنتين تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها الكودس الشرقية وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة خلال سنتين هذا هو الجدول الزمني المطروح حاليا لو لم ينجح القرار ماذا ستكون استفادت القيادة الفلسطينية من ذهابها إلى مجلس الأمن أو من هذا المشروع يعني بالتأكيد إذا ما فشلنا في المجلس الأمن الدولي هناك بداء الأخرى بالتأكيد سنذهب إلى كافة المؤسسات الدولية بما فيها ميثاق روما سنقوم بالتوقيع عليها سنعيد العلاقة مع الجانب الإسرائيلي سنفحص كافة العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية كل هذه الأمور الآن تطرح على الطاولة بالتأكيد سيكون هناك تفعيل لدور المقاومة الشعبية يبدو هذا أوراق ضغط تهديد أكثر منه استثمار فعلي الواقع ليست هذه أوراق ضغط كما ذكر السيد الرئيس عندما تم اغتيال الشهيد زياد أبو عين جميع الخيارات الآن لدينا مفتوحة نحن نريد وطن فلسطين نريد إنهاء هذا الاحتلال نريد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إذا ما تم رفض مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي ستكون هناك بدائل وأحد هذه البدائل هو الانضمام لكافة القوانين والأنظمة والشرائع الدولية التي ستكفل حق الشعب الفلسطيني سنبحث في تفعيل المقاومة الشعبية وقد بدأنا الواقع بتفعيل المقاومة الشعبية الفلسطينية هذا نهج ستتوجهون إليه بكل الأحوال أم إذا لم ينجح مسعاكم في مشروع الدولة وإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن بالتأكيد هذه سياسة متواصلة وسياسة مستمرة وليس ذلك أيضا سنتوجه بتفعيل طلب الحماية الدولية كنا تقدمنا بطلب إلى السيد بانكي مونة السكرتير العام للأمم المتحدة بتفعيل الحماية الدولية وسنؤكد على هذا الطلب مرة أخرى نريد تفعيل الحماية الدولية نحن شعب أعزل نعاني من الممارسات الإسرائيلية العدوانية نريد حماية دولية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هذه أحد الخطوات أيضا التي سنقوم بها إن شاء الله هل ستتم ملاحقة إسرائيل قضائيا في قضية الوزير أبو عين بالتأكيد نحن الآن طلبنا تشكيل لجنة تحقيق دولية تكون بالتحقيق في ظروف استشهاد الشهيد زياد أبو عين وكما تعلمين تقرير الطب الشرعي الفلسطيني والذي شارك فيه خبراء من الأردن وشارك خبراء إسرائيليين التقرير هذا يؤكد أن الاستشهاد الشهيد أبو عين كان نتيجة العنف الإسرائيلي المفلط الذي استخدم ضده المحاكمة أو الملاحقة القضائية أمام من معليك إذا كنتم حتى الساعة لم توقعوا على اتفاق روما له علاقة بمحكمة الجنايات الدولية يعني أننا طلبنا لجنة تحقيق دولية تشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الأمم المتحدة وبعد انتهاء التحقيق سيتم التوجه إلى المؤسسات الدولية ذات العلاقة إن شاء الله هل تم التحرك بتشكيل هذه اللجنة أم ما زال الطلب قيد الدرس؟ نحن تقدمنا بهذا الطلب وسنتابع تشكيل لجنة تحقيق الدولية ورقة التنسيق الأمني معليك دائما ترفع ككرت أصفر وليس أحمر في علاقتكم علاقة القيادة الفلسطينية مع إسرائيل أعمل كذا وإلا نعيد النظر في التنسيق الأمني هناك سؤال تشكيل كبير بأن فلسطين قيادة الفلسطينية لا تستطيع أصلا أن تعيد النظر في التنسيق الأمني أصلا هي لا تملك القرار ميدانيا أرجو منك أن تشرح لي وللمشاهدين ماذا يعني إعادة النظر في التنسيق الأمني فعليا ماذا تستطيع القيادة الفلسطينية أن تتخلى أن تغير في هذه المعادلة يعني هذه المرة الواقع سنرفع ورفعنا الواقع الكرت الأحمر ولكن لم يقطع التنسيق الأمني الأحمر يعني نهاية يعني طرد اللاعب وقطع التنسيق دعيني أكمل القيادة الفلسطينية اتخذت قرار دعيني أولا أتحدث ما هو التنسيق الأمني وكيف بدأ التنسيق الأمني كما تعلمين عندما وقعت اتفاقيات أوسلو عام 24 ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كان هناك مساحات واسعة من الضفة الغربية بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي وسميت هذه المناطق مناطق سي أو مناطق جيم عندما نتحدث عن الضفة الغربية نتحدث عن 63 أو 10% من هذه المناطق هي تحت سيطرة عسكرية كاملة إسرائيلية فكان المفروض أن تنتهي هذه الاتفاقية عام 99 ولكن كما تعلمين إسرائيل لم تلتزم ولم تقام الدولة الفلسطينية الكاملة آنذاك وانتهينا بالانتفاضة الثانية فموضوع التنسيق الأمني هكذا بدأ الآن القيادة الفلسطينية تراجع هذا الموضوع والآن تم وقف الاجتماعات بالمناسبة ما بين الأمن الفلسطيني والإسرائيلي حاليا لا تعقل الاجتماعات والآن موضوع التنسيق الأمني برمته قيد المعالجة معليك هل لديكم خيار بصراحة؟ الطبيعي جميع الخيارات مفتوحة كما ذكرت لك الآن نحن عندما نكرر تفعيل المقاومة الشعبية السلمية عندما نكرر طلب الحماية الدولية قصدي أنا هل لديكم خيار أمنيا أو حتى اقتصاديا أو سياسيا بالتنسيق مع إسرائيل يعني دائما تشكون تقولون ليس لدينا دعم ما يكفي مالي لا عربي ولا غربي تستطيع إسرائيل بطائرة واحدة أن تهد معظم ما بنيتموه من هذا التمويل أو من هذه المساعدات على الأرض ما هي خياراتكم غير المقاومة غير ما تطمحون إليه غير الطلبات المتعلقة بقرارات الدولية التي للأسف في الموضوع الفلسطيني تحديدا حبر على ورق تبقى معظم الأحيان يعني أنت ذكرت الحقيقة الواقع نحن كحكومة وقيادة وشعب نريد دعم نريد دعم عربي هناك شبكة أمان مالية عربية نحن الآن متوقع من إسرائيل كما فعلت في العام 2007 عندما قطعت الدرائب الفلسطينية حقنا في الحصول على هذه الأموال التي تجبيها إسرائيل وقطعتها أيضا عام 2012 نحن نريد الآن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بالتأكيد إسرائيل ستسعى إلى فرض عكوبات على الحكومة الفلسطينية وفعلت هذا نريد تفعيل شبكة الانضمان المالية العربية دعينا تحدث عن مواطنة العمار مواطنة العمار الذي حدث في القاهرة في 2012 كان هناك حديث عن 14 مليار لمساعدة قطاع غزة في أعطاء عماره لغاية إلى أن لم يأتي من هذه الأموال سوى 10 مليون دول ربما فنحن بالفعل نسعى ونطالب جميع أقواننا في الدول العربية توفير هذه الشبكة الإسرائيل بالتأكيد ستقوم بفرض علينا عقوبات بعد ذهابنا للأمم المتحدة وهذا أمر متوقع نحن نريد تفعيل شبكة الضمان المالية العربية لفلسطين نريد دعم حقيقي نريد من الدول التي تعهدت في أمار قطاع غزة أن تبادر بإرسال هذه الأموال حتى نبدأ في أمار حقيقي اسمح لي أن أسألك عن نقطة أيضا من المتوقع أن تفجر المواضيع أو تفجر مواجهة أكثر بينكم وبين إسرائيل القدس الأقصى لو سمحت باختصار تقول لي ما هو الوضع على الأرض كم هو تهويل وكم هو تهويد حقيقي يعني لا شك أن الأقصى وكافة المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية تعاني من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة وكما ذكر الأخ محمود عباس موضوع القدس وموضوع الأقصى هو خط أحمر خط أحمر ليس للفلسطين فقط لكل عرب وكل مسلمين ولن نقبل بتغيير الأمر الواقع وأنت لاحظت الهبة الجماهرية التي حدثت في فلسطين في كافة أنحاء فلسطين وبدأت من القدس موضوع القدس موضوع حساس نطالب الإسرائيليين بعدم العبث في هذا الموضوع هذا موضوع مقدس لدى الجميع ولن نقبل هذا خط أحمر لن نقبل بتغيير هذا الواقع معلك هل تعتقد أن القدس ستكون سببا لانتفاضة فلسطينية ثالثة كما يعتقد البعض يعني القدس في جوهر الصراع العرب الإسرائيلي القدس ليست هي فقط أرض عربية إسلامية والكدس يجب أن يبقى فيها الأمر الحالي لحين انهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبالتأكيد بدون الكدس لن تكون هناك دولة فلسطينية الكدس ستكون هذه العاصمة إن شاء الله للدولة الفلسطينية المستقبلية الكدس هي دائما سبب من أسباب الصراع ما بيننا وبين الإسرائيليين وعشان هيك يكون لاجب يعني أي حل بدون الكدس لن يكون هناك حل لن يكون هناك أي حل الحل هو يكمن في انسحاب إسرائيل من أراضي الفلسطينية المحتلة بها فيها الكود الشرقية نعم أهلا بكم مشاهدينا نتابع معكم هذا الحوار مع سيد رامي الحمدلله رئيس الحكومة الفلسطينية حكومة الوفاق الفلسطينية مع عليك كان عمرها ستة أشهر الجميع يعني خصوصا مع مجيئك توسم خيرا وكانت أجواء المصالحة عالية حضرتك مقبول من جميع الأطراف ولكن حتى الساعة بصراحة هذه المصالحة تبدو حشاشتها للعيان يوم بعد يوم هذه الحكومة تشكلت في اثنين ستي بعد المصالحة التي حدثت في الشاطئ وهذا الاتفاق استند إلى اتفاق القاهرة بتشكيل حكومة التوافق الوطني والواقع اتفاق القاهرة كان يحدد تشكيل لجان لمتابعة عملية المصالحة تشكل مثلا لجنة أمنية من 16 عضو وتشارك فيها جمهورية مصر العربية ولكن هذه اللجنة الواقع لم تشكل كذلك كان هناك حديث عن لجان المصالحة المجتمعية إلى آخره فالواقع أعطيت هذه الأمور كلها لحكومة الوفاق الوطني وجزء من هذه ليست من اقتصاصها كاللجنة الأمنية التي ستعالج موضوع الأمن في قطاع غزة والضفة الغربية ولكن هذه اللجنة لغاية الآن لم تشكل ثم أذكرك بعد ماذا حدث بعد ذلك حدث حرب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت 51 يوم مما عاقر عمل هذه الحكومة فبالتأكيد أولا لم تكن هناك خطة تفصيلية صحيح كان هناك توقيع إطار اتفاقية إطار في الشاطئ ولكن لم يكن هناك خطة تفصيلية لتنفيذ عملية المصالح وهذه هي أحدى المشاكل ثم عملية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لستمرت 51 يوم أيضا عاقت عمل هذه الحكومة نحن الآن نتحدث عن عملية إعادة العمار إعادة العمار هي عملية تقوم بها الحكومة الفلسطينية حكومة التوافق وجميع دول العالم كما حدث في موطمر القاهرة في 12 عشرة طالبت أن نتم هذا الموضوع من خلال حكومة التوافق الفلسطينية كما تعلمين كان هناك تعهدات أو أكد تعهدات مالية بـ 4.10 مليار ولكن لغاية هذه اللحظة لم يأتي ربما أقل من 10 مليون دولار هناك عدة مشاكل ولكن نحن بدأنا في موارد ذاتية بدأنا نعمل في قطاع غزة قطاع غزة كان يحصل على كهرباء لمدة 5 ساعات الآن قطاع غزة يحصل على كهرباء لمدة 16 ساعة هذا نقوم به من خلال مواردنا الذاتية الآن بدأنا في عملية اعمار جزئي لبعض البيوت والآن أستطيع أن أؤكد أن حوالي 8000 بيت إما تم إنجازها أو تحت الإنجاز من التدمير الجزئي تم إصلاح معظم أبار المياه ومحطات التحلية بدأنا بإزالة الركام من بعض المناطق في قطاع غزة ولكن المشكلة الحقيقية هي أننا نريد مئات المليارات لبدأ عملية اعمار حقيقية عندما تتحدثين عن 62 ألف منزل 20 ألف منزل إما ضمار حقيقي كامل أو ضمار شبه كامل كيف نستطيع أن نبدأ والحكومة الفلسطينية تعاني من عجز مالي مقداره مليار ونص مليار دولار لهذا العام فنحن نناشد ونطالب كافة الدول التي أعطت هذه التعهدات بتنفيذ هذه التعهدات فورا حتى نستطيع أن نغيث أهلنا لا زال أن هناك الآن 23 ألف مواطن من قطاع غزة يعيشون في المدارس هذه مأساة إنسانية أنا ذهبت إلى قطاع غزة في شهر عشرة ورأيت المأساة فأنا بطالب جميع الدول التي تعهدت بالإفاءة بتعهداتها طب ولكن هل المشكلة فقط أنكم تريدون دعم مالي لأن اليوم معظم الدول تقول لك يا أخي اتحدوا لنعطيكم هذه الفلوس يعني هذه حكومة وفاق وطني الكل متفق علي والتي هي ستعيد عملية الإعمار أنا أعرف أن هناك مشاكل إسرائيلية أيضاً آلية إدخال مواد الإعمار إلى قطاع غزة هذه مشكلة إسرائيل فرضت نظام مراقب شديد على إدخال هذه المواد كذلك هناك أيضاً موضوع المعابر بعض الدول المانحة الآن تطالب بحركة حماس بتسليم المعابر لحكومة التوافق الوطني وهذه الدول تقول لنا ما زلتم أنتم غير موجودين على هذه المعابر لن نقوم بتقديم أي مساعدات مالية لكم فنحن نناشد ونطالب حركة حماس بتسليم المعابر الفلسطينية إلى حكومة التوافق الوطني والواقع بحثنا هذا الموضوع أنا شخصياً بحثت هذا الموضوع مع قيادة حماس عندما كنت في عشر عشرة وتم وعدنا بتسليم هذه المعابر ولكن لغاية هذه اللحظة لم تسلم هذه المعابر لحكومة التوافق الوطني هناك عوامل وتعقيدات على الأرض صعبة على الاحتلال الإسرائيلي موضوع المعابر موضوع الأموال أيضاً الأموال أيضاً موضوع مهم جداً نتحدث عن أموال كبيرة جداً لإعادة إعمار قطاع غزة هل يمكن القول أن حكومة رامي الحمد لا تملك السيطرة على قطاع غزة كامل السيطرة أم أنكم بانتظار أن تمتلكون كامل السيطرة حتى تبدأوا بإعادة الإعمار العريضة الكاملة نحن بدأنا عملية إعادة الإعمار بدون سيطرة ودعينا أكون صريح برنامجك بصراحة لا توجد لنا أي سيطرة أمنية في قطاع غزة نحن كحكومة التوافق وطني فلسطيني ليست لدينا أي سيطرة أمنية بالأمور الأخرى الأمور الإدارية أمور الموظفين عندما يتينا على هذه الحكومة هناك 54 ألف موظف مدني وعسكري قامت بتعيينهم حركة حماس بعد عام 2007 هذا الموضوع أيضاً ليس من اقتصاص الحكومة ولكن حتى نسرع في الموضوع شكلنا لجنة إدارية وقانونية من الحكومة الفلسطينية كيف نستطيع أن نتعامل مع هؤلاء الموظفين وهذا موضوع صعب جداً صعب مالياً وصعب وظيفياً تخيل 54 ألف موظف جديد ولكن ورغم كل هذا شكلنا لجنة إدارية وقانونية تبحث في موضوع هؤلاء الموظفين وكيف يمكن دمجهم لدينا موظفين قبل عام 2007 هؤلاء الموظفين الكدامة الآن يأخذون رواتبهم في قطاع غزة من الحكومة الفلسطينية من حكومة التوافق هؤلاء الموظفين يجب أيضاً أن يعودوا إلى الخدمة المدنية طلبنا من بعض الموظفين في بعض الوزارات العودة إلى وظائفهم التي كانوا يعملون فيها قبل 2007 ولكن حركة حماس لم تسمح لهم بذلك هذا الحديث لديه نسخة مقابلة تقولها حماس تقول إن حركة فتح لا تريد إلا للفتحويين أن يكونوا لا تريد إلا لقراراتها أن تمشي تريد أن تعود بالزمن إلى ما قبل الانقسام إلى ما قبل 2007 وكأن شيئاً لم يكن بينما تقول لك حماس أنا في قطاع غزة أنا دفعت ثمن أنا رتبت الأمور وإلى آخره هل بالفعل ترى أن هناك إنسى أنك فتحوي فلنتكلم اليوم كرئيس حكومة الوفاق الوطني هل ترى بأن الخطوات النجاح والتفاوض بحاجة لطرفين أن بالفعل أنت راضي عن الخطوات التي قامت بها فتح والخطوات التي قامت فيها حماس للالتقاء في الوسط أنا كما ذكرت لك هذه حكومة توافق وطني فلسطيني أجمعت عليها كل الفصائل إذا ما أردنا النجاح لهذه الحكومة هذه الحكومة يجب أن تمكن يجب أن تمكن في كافة المناحية المناحية الأمنية والمناحية السياسية والاقتصادية كما ذكرت لك كان يجب أن تشكل لجنة أمنية عليا في قطاع غزة لتحل موضوع الأمن بالمناسبة موضوع الأمن موضوع شائك وموضوع صعب جدا إذا لم تكن للحكومة سيطرة أمنية لن يكون لها سيطرة في أي مجال آخر كيف تستطيع الحكومة أن تجمع ضرائب. ولا يوجد لديها آمن. معليك. لماذا لم تتشكل؟ لماذا لم تتشكل هذه اللجنة الأمنية العليا من 16 فصيل بمشاركة مصر؟ ما الذي أعاقها؟ يعني ربما الأحداث التي حدثت في مصر. ما يحدث حاليا في سيناء. في شمال سيناء ربما أخر تشكيل هذه اللجنة. ولكن هذه اللجنة يجب أن تشكل. حتى نريد الآن تمجي الأجهزة الأمنية. مستحيل أن تكون قوة أمنية موجودة في غزة. وقوة أمنية موجودة في الضفة الغربية. نحن نجي نريد كوة أمنية واحدة. نريد حكومة واحدة. نريد رئيس واحد. من المستحيل أن نتعامل بحكومتين. حكومة هناك وحكومة هناك. نريد توحيد كافة المؤسسات. المؤسسات المدنية. المؤسسات الإدارية. المؤسسات الأمنية. هذا موضوع مهم جدا. وبدون توحيد هذه المؤسسات أنا أعتقد أن المشروع الوطن الفلسطيني كله في خطر. أسألك مرة أخرى بصراحة. ماذا تعتقد على فتح أن تقوم لتحقيق هذا الهدف المنطقي جدا. الذي تتحدث عليه. والسليم. فتح وليس حماس. أنا أتعامل مع القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس. ورئيس محمود عباس معني بإنجاح هذه المصالحة. وإنجاح هذا التوافق. وتوحيد كافة مؤسسات الوطن. أخذ زينا. يمكن أن يكون هناك مشروع وطني فلسطيني بدون قطع غزة. كما هي الكسة الشرقية والضفة الغربية. نحن نريد وحدة حقيقية. وإلا لماذا حركة حماس أو تفرد ضرائب على الفين سلعة جديدة في قطاع غزة. وهناك حكومة التوافق وطني. لدينا الآن بعض الوزراء يعملون في قطاع غزة حاليا. يجب أن تمكن هذه الحكومة. وناشد الجميع بتمكين هذه الحكومة. سواء فتح أو حماس أو الشعبية أو الديمقراطية. يجب على كافة الفصال الفلسطينية أن تقف وتصطف خلف هذه الحكومة. حتى ننهض بالمشروع الوطني الفلسطيني. وحتى نعيد توحيد شطري الوطن. هذا موضوع مهم جدا. تحدثت عن سيناء عندما ذكرتك عن اللجنة سألتك عن اللجنة الأمنية العليا. التي كانت تتشكل برعاية مصرية. ما رأيك كرئيس للحكومة الفلسطينية بالاتهامات التي تواجهها الحكومة المصرية إلى حماس. بأنها متورطة بشكل أو بآخر بالحوادث الإرهابية وبالأشخاص الإرهابيين المتواجدين في سيناء. أود أن أؤكد أن موضوع الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني. نحن نريد أن تكون مصر مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا. مصر كما تعلمين على مدار التاريخ. مصر هي داعم كامل للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. إذا كانت مصر قوية بالتأكيد ستكون قضية فلسطينية وفلسطين بخير. نحن نريد لمصر الخير. نعم نسمع هناك اتهامات من الأخوة في مصر لحركة حماس. بأن بعض العناصر من حركة حماس قامت في عمليات داقل سيناء. هذا الموضوع أعتقد أن مصر قاطبت في حماس. وربما أعطت بعض الأسماء لحركة حماس. وأعتقد هذا الموضوع يجب على حماس أن ترد للأخوة المصريين عليه. هل أعطتكم أنتم بعض الأسماء المطلوبة لديها؟ للواقع لا. لم نتسلم كحكومة فلسطينية كحكومة التوافق. لم نتسلم أي أسماء من الجانب المصري. ولكن كما علمت وقرأت أن مصر زولت حركة حماس ببعض الأسماء. وهذا النمر المتروك لحركة حماس أن تجيب عليه. ولكن غريب أن يتم التنسيق مباشرة مع حماس بدون دراية الحكومة الفلسطينية والعلاقة مع حكومة الفلسطينية والسلطات المصرية جيدة جدا. بالتأكيد. علاقتنا مع الأخوة في جمهورية المصرية العربية. علاقة ممتازة. علاقة تكاملية. ولكن في هذا الموضوع كحكومة لم نتسلم هذه الأسماء. لو تسلمتم معاليك. هل تستطيعون؟ هل تريدون؟ هل ترى أنه من الضروري تسليم هذه الأسماء؟ أولا كما ذكرت. ليس لدينا أي سيطرة أمنية في قطاع غز. ولربما لو سلمنا هذه الأسماء لن نستطيع أن نفعل شيء في قطاع غز. هذا بصراحة. أنت ما رأيك؟ هل هناك بالفعل تورط لحماس؟ تبدو كأنك مبدئيا من حيث المبدأ لا تستبعد تورط حماس في عمليات إرهابية في سيناء؟ يعني ليس لدينا دليل. لا تضع الإجابة في فهمي. ليس لدينا دليل إذا كان هلالك انخراط أو مشاركة. ليس لدي أي دليل أقول آه أو لا. ولكن ربما يعني العلاقة خليني أقول ببراءة العلاقة العقائدية بمعنى الإسلام السياسي في حماس وارتباطه بالحركات الأصولية الإرهابية ربما هو الذي يثير الشبهات. ما رأيك؟ يعني قد يكون هذا أحد الأمور ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى تحقيقات يحتاج إلى إثباتات كما ذكرت لكن ليس أنا في محل أن أثبت أو أنفي لأنه ليست تدي هذه الأسماء وحتى لو كانت تدي هذه الأسماء بالتأكيد ليس لدي السلطة في قطاع غزة ليستطيع أن أؤكد أو أنفي أهلا بكم مشاهدين نتابع معكم هذا الحوار مع رئيس الوزراء الفلسطيني السيد رامي الحمدالله أهلا بك معنا من جديد معليك تحدثنا عن المصالحة الفتحاوية بين فتح وحماس بين قطاع غزة ورام الله وهي أساس أساس لكم وأساس للآخرين الذين ينظرون إليكم إن كان على المستوى العربي إن كان على المستوى الغربي والدولي الأبعد تحديدا أنت معليك لم تزر غزة إلا مرة واحدة وهذا مما يؤخذ عليك مرة واحدة ومرة أخرى يعني أجلت ألغيت الزيارة بسبب التفجيرات أولا لماذا حدث ما حدث لماذا غزة خارج أجندة زياراتك أنت كتعلمين بالتأكيد كصحفية مقدرة أن الإحتلال الإسرائيلي عندما تشكلت هذه الحكومة في 26 منعنا من التوجه لقطاع غزة لمدة 13.5 هذه حقيقة يعني لا أجادل فيها هناك وزراء في قطاع غزة 24 وزراء تم منعهم من الحضور للضفة الغربية ولغاية الآن بمناسبة وزراء غزة لغاية الآن لم يزوروا الضفة الغربية نحن ذهبنا بعد الحرب مرة واحدة سمحت لنا للحكومة الإسرائيلية بالتوجه من خلالها إلى قطاع غزة كانت هناك محاولة ثانية للذهاب ولكن عندما حدثت التفجيرات فعدم ذهبنا لقطاع غزة كان الواقع في البداية بمانع إسرائيلي نتواصل من خلال تكنية الفيديو كونفرنس هناك اجتماعات وزارية يحضرها الإخوان في قطاع غزة معنا كل يوم بثلاثاء والتواصل مستمر بشكل يومي ولكن الزيارة الثانية أو ذهابنا الثاني كان الواقع مبرمج أن نذهب ولكن كما تعلمين حدثت هناك 15 تفجير في نفس اللحظة مما استدعى عدم ذهابنا لقطاع غزة ولكن بالتأكيد سنذهب وسنذهب إلى قطاع غزة غزة جزء مهم من الوطن الفلسطيني ولكن العقبات التي كانت موجودة أبل أن تزال ونستطيع الذهاب باستمرار هل يمكن أن تجد بدائل لهذه الأمور معليك؟ يعني يا أخت زينة تعلمين حتى حكومة فلسطينية تعمل تحت احتلال هذه عملية ليست سهلة يعني في التاريخ الحديث القليل من الحكومات التي خضعت الاحتلال وعملت تحت احتلال نعم نحن نعمل في ظروف بالغة التعقيد ذكرت لك مثل واحد فقط 63.9% من أراءة الضفة الغربية تحت احتلال عسكري كامل المعابر تسيطر عليه إسرائيل البحر في غزة تسيطر عليه إسرائيل الجو تسيطر عليه إسرائيل ورغم ذلك لدينا يعني القدرة هذا وطننا هذا بلدنا يجب أن نصمد الاحتلال ليس بالأمر السهل ولكن إذا ما ذهبنا وقرأت تركنا هذا الوطن لمن نترك هذا الوطن علينا أن نصمد مهما كانت العقبات الحق والعدل القادم لا بد الحتمية التاريخية تؤقد أن هذا الاحتلال إلى زوال وستقام الدولة فلسطينية مستقلة إن شاء الله معليك ذكرت التفجيرات طيب إذا إسرائيل يعني منعتكم من الذهاب لفترة زمنية ومن ثم يعني هي تتحكم أصلا بتواصلكم إن كان الافتراضي أو التواصل العملي الحقيقي ماذا عن التفجيرات من قام بها الموضوع صلوا مدة وتحقيقات على أساس جارية نسمع اتهامات حتى محمود عباس يعني خراج الرئيس فلسطيني وقال هم مسؤولون عن حماس فيك تخبرني اليوم هل وصلتم لنتيجة من قام بها يعني ذكرت لك بداية أن الأمن لا زال الأمن بكامله تحت سيطرة حركة حماس في قطاع غز وأنا أتوقع من حركة حماس أن تكشف عن الفاعلين وطلبنا من حركة حماس أن تكشف عن الفاعلين أنا كوزير داخلية لا أملك أي سيطرة في الجانب الأمني في قطاع غزة لدينا اتصالات في الموضوع المدني في موضوع جوازات الصفر المموضوع المدنية ولكن الموضوع الأمني أود التأكيد أن هذا الموضوع لا زال تحت سيطرة حركة حماس بالكامل وبتأكيد حركة حماس تستطيع إذا ما شاءت أن تكشف عن الفاعلين لهذه الحوادث الإجرامية أيما كانت ومهما كانت يعني أنت تقول أنها لا تريد يعني المفروض أن حركة حماس بالإمكانيات الأمنية التي لديها في قطاع غزة أنا متأكد أنها تستطيع أن تكشف عن الفاعلين هذا موضوع خطير ويجب أن يتم الكشف عنه كما حدث في المركز الثقافي الفرنسي وغيره من تفجيرات جميع هذه التفجيرات يجب أن تكشف وأنا أعتقد أن حركة حماس قادرة عن تكشف هؤلاء الفاعلين وتقديمهم للمحاكم يعني بعد الحديث معك من الواضح أن الانقسام ما زال حاصلا على الأرض ربما الجانبان قرر وضع ستار من الوفاق ستار من المصالحة لأنه بالفعل الوضع لا يتحمل هذا الانقسام ولكن على الأرض هناك شبه حكومتان هناك شبه دولتان هناك شبه تحديدا الموضوع الأمني هو الأساس في الموضوع الفلسطيني طالما إسرائيل تتحكم بكل شيء آخر ما الذي ينهي هذه الحالة نهائيا أنا أعتقد يجب أن تتوفر إرادة حقيقية لإنهاء هذا الانقسام بدون إنهاء هذا الانقسام لن يكون مشروع وطني فلسطيني هذا الانقسام يجب أن ينتهي عملياً معاليك المؤسسات المدنية يجب أن تتوحد أنا أعتقد تشكيل اللجنة الأمنية موضوع مهم جداً يجب أن تشكل اللجنة الأمنية ماذا عن الانتخابات؟ إذا ما وحدنا الأمن أخذينا إذا رحضنا نقول لك حماس يجلس في رامالة الرئيس الفلسطيني وهو منتهي صلاحيته لديك حكومة فاق وطني كان مفترض أن تكون فقط ستة أشهر يعني كل الوضع بحاجة انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة ما رأيك؟ ما الذي يوقفه حتى الساعة؟ يؤخره كان مفروض لهذه الحكومة عندما شكرت في 262 أحد أهم برامجها هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولكن أنت تعلمين حدثت الحرب مدة 51 يوم لأن لدينا مواضيع أصبحت أولوية كبرى موضوعات الإعمار موضوعات بناء قطاع غزة ولكن على المدى المتوسط أو المدى القريب أنا أعتقد الخروج من هذه الحالة الفلسطينية هو بالانتخابات الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية معليك أنا اليوم لو كنت حماس ما الذي سيجبرني أن أترك القليل من السيطرة التي أتمتع بها على قطاع غزة من الناحية الأمنية والناحية الاقتصادية وغيره وتحديدا الأمنية ما الذي سيجبرني لأقبل شريك معي؟ يعني أعتقد المصلحة الوطنية العليا تفرد على كافة الفصائل سواء الحماس أو فتح أو كافة الفصائل الفلسطينية أن تغلب المصلحة الوطنية على أي مصلحة فصيل أو حزب ثم أن المؤسسة الأمنية أنا أعتقد حسب اتفاق القاهرة هذه هي المؤسسة يجب أن تشكل وفق معايير وأسس مهنية لا يجوز إذا أنا من حزب كذا أن أكون رئيس لهذا الجهاز أو ذاك هذه يجب أن تشكل ضمن معايير مهنية مقبولة للجميع كما هي في كافة الدول العالم أعتقد أن هذا الموضوع مريح لكافة الفصائل وكافة الأحزاب تأسيس المؤسسة الأمنية على أسس وقواعد سليمة ثم بعد ذلك نذهب إلى الانتخابات الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية ونستطيع أن أؤكد بحكم خبرتي السابقة في لجنة الانتخابات المركزية حيث عملت كامين عام لها نستطيع إجراء الانتخابات خلال ثلاث شهور من إصدار السيد الرئيس لمرسوم إجراء هذه الانتخابات وهذه الانتخابات عندما نكون دولة ديمقراطية ونحن الحمد لله في فلسطين نفتخر بأن لدينا ديمقراطية قوية وانتخابات 2005 و2006 انتخابات 2012 للمؤسسات الحكم المحلي والهيئات كلها كانت تشير النزاهة والشفافية والديمقراطية التي نتحل بها هذه الانتخابات أنا بالتأكيد أعتقد ستكون المخرج من الحالة الفلسطينية وعلى جميع الفصائل وعلى جميع ابناء الشعب الفلسطيني احترام نتائج هذه الانتخابات والعمل حسب هذه النتائج لينجح من ينجح إذا قبلت الديمقراطية فأنت يجب أن تقبلي من نتائجها وأنا أعتقد ان الانتخابات يجب أن تكون قريبة ويجب أن تكون هي المخرج للحالة الفلسطينية طيب ما عليك أنت عن اللجنة الأمنية قلت هذا يعني أهم شيء لو تحل الموضوع الأمني المشكلة الأمنية لو يصير فيه أجهزة أمنية واحدة كل الأمور الأخرى يمكن أن تحل وقلت لي أن انشغال مصر ربما والموضوع موضوع سيناء أخر الموضوع هل اليوم أفهم بأن المضيق دمان بهذه اللجنة الأمنية هو بيد مصر الواقع هو موضوع فلسطيني موضوع مصري هذا اللجنة تشكل من 16 عضو من كفاءات فلسطينية من ضباط أمن فلسطينيين ربما تشارك فيه بعض الفصائل وبالتأكيد جمهورية مصر العربية لها أيضا ضور مهم فيها هذا الموضوع يناقش باستمرار مع القيادة المصرية وأمن أن تشكل هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن هذه اللجنة تشكيلها هو ضرورة مليحة لأنه إذا ما وحدنا موضوع الأمن أنا أعتقد بسهولة جدا نستطيع أن نتحدث عن توحيد كافة المؤسسات نعم هل لديك أي معطيات بأن الموضوع يتحرك أم هو فقط أمل تراه أنت لجدوى وأهمية هذا الموضوع يعني حكوا معك المصريين في هل هناك أي تحرك جديد تطور على هذا المستوى يعني هذا الموضوع الواقع يتم الحديث به بين السيد الرئيس محمود عباس والإخوة الرئيس السيسي في مصر حتى موضوع المعبر معبور معبر رفح يعني الإخوان المصريين ليس لديهم أي مانع في فتح هذا المعبر هذا الموضوع فقط بحاجة إلى هدوء في شبه جزيرة سيناء وفي شمال سيناء والإخوة المصريين دائما جاهزين أن تشرف حكومة التوافق الوطن الفلسطيني والحرس الرئاسي على معبر رفح وعلى الحدود المصرية الفلسطينية التي طولها 13.5 كيلو متر فهذا موضوع الواقع لإخوة المصريين المنفتحين عليه ونأمل أن يستقر الوضع في شبه جزيرة سيناء وشمال سيناء حتى نستطيع عادة معبر رفح والذي هو معبر مهم جدا وبالمناسبة لإخوة المصريين ما بين الفترة والأخرى يقومون بفتح هذه المعبر للحالات الإنسانية والحالات العالقة ولكن نحن نريد فتح هذا المعبر بشكل دائم وعشان هيك نتمنى أن الوضع في شبه جزيرة سيناء يستقر ونعود ونفتح هذا المعبر بشكل دائم وسلس سيد حمد الله أنت قلت يدي مربوطة ذلك قدمي ومطلوب مني السباحة وضعك أفضل الآن ذكرت أنه بالفعل عندما تم توقيع اتفاق الشاطئ أو اتفاق الإطار في الشاطئ الذي يسند إلى اتفاق القاهرة قلت أن هذا الاتفاق أعطي للحكومة يعني زي اللي بتربطي ديه وبجريه وبتكله إسبح أعطيه اتفاق مبهم اتفاق بدون خطة تفصيلية حتى اللجنة الأمنية لم تشكل أي اتفاق أخت زينا بدون خطة تنفيذية له صعب يعني عندما أعطي لنا 54 ألف موظف للحكومة كيف تحل مشاكل في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة في ظل أعداد وظيفية متضخمة في فلسطين أعداد كبيرة جدا يعني توكي على اتفاق وتفضل يا حكومة امشي وحلي اللي حضرتك ذكرته ربما يفسر هذا الاستطلاع الذي شارك فيه بعض من متابعي سكانيوز عربية متابعي بصراحة سألنا هل حققت حكومة الوفاق الفلسطينية أهدافها طبعا 72% قالوا لا فقط 28% قالوا نعم سألنا أيضا كيف تتوقع مستقبل العلاقة بين فتح وحماس نجاح المصالحة بالكامل فقط 18% توقعوا أن تنجح العلاقة بين فتح وحماس هدنا مؤقتة 27% قالوا هذا ولكن 55% ممن شاركوا قالوا فشل المصالحة بالكامل معليك بدي أختم معك ولكن اسمح لي استعمل شيء ربما يعز عليك يا أبي كن سيف الحق في وجه الفاسدين وحنجرة المظلومين في وجه الظالمين وصوت الضمير في أحشاء العتمة أو الغلبة وبنيان الوطن في معركة تحرير هذه من مرح رامي الحمد لله ابنتك عندما تسلمت رئاسة الوزارة كم تشعر بأنك صنطة الأمانة وستسلم الوديعة أفضل مما كانت والله يعني هذه كلمات أنا بعتز فيها أنا ضبير مرتاح يعني أقوم بواجبي على أكمل وجه أنا شخص أؤمن بالوحدة الفلسطينية أؤمن أن فلسطين هي الضفة الغربية وقطاع غزة والكدس الشرقية أؤمن بالبناء دولة فلسطينية يعني تتمتع بالشفافية والبصداقية أؤمن بمحاربة الفساد بأقصى شكل ممكن أؤمن بتحقيق العدالة للجميع أؤمن بتحقيق نظام تعليمي نظام صحي للشعب الفلسطيني ولكن كما تعلمين هناك صعوبات أيضا في الطريق هناك احتلال إسرائيلي بغيد احتلال إسرائيلي يمنع التواصل حتى ما بين المناطق الواحدة في الضفة الغربية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن ورغم كل هذه الصعوبات والمعيقات أنا أؤمن أن الحتمية التاريخية تؤكد أن فلسطين ستقوم الكدس الشرقية ستكون عاصمتها يعني شاء الاحتلال أم لم يشاء فلسطين إن شاء الله ستقوم هذه الصحوة التي الآن نشاهدها ونراها في دول أوروبا الغربية والعديد من دول العالم هذا مبشر خير الدولة الفلسطينية قادمة إن شاء الله ولكن كمان الوحدة الفلسطينية أنا متأكد أنها ستقوم إذا ما كانت هناك النية الحقيقية لدى الفصائل الفلسطينية أنا أعتقد الشعب الفلسطيني يغطي 80% غير مسيس تتحدث عن 20% هم منتمين الشعب الفلسطيني الأغلبية تريد لهذه الوحدة أن تنجح ونحن في الحكومة الفلسطينية وأنا كرئيس لهذه الحكومة سأسعى بكل جهدي وكل إمكانياتي لتوحيد مؤسسات الوطن هذا مشروع وطني مهم هذا أولوية قصوى بالنسبة لي كما هي الأولوية بالنسبة لأي مواطن يحب وطنه ويحب بلده شكرا لك رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية حدثنا من رام الله شكرا لك شكرا لكم أنتم مشاهدين على متابعة بصراحة لهذه الليلة ألقاكم الأسبوع القادم شكرا لكم